موقف بالساعات وحسب المناطق فإذا شوف هذا الشهر كنت تختفي شكوى المواطن شهر مر منذ أن توعد رئيس الحكومة الحالي محمد السوداني بمعاقبة دائرة السيطرة المركزية لوزارة الكهرباء مطالبا إياها بعدم قطع الطاقة مع بداية ونهاية كل شهر حراك روج له الإعلام الحكومي أنذاك بأنه منجز لم يجرأ أي رئيس حكومة سابق على تبنيها وعد لم يصمد إلا لشهر واحد سرعان ما تبخر مع شرارة موسم الصيف اللاهب الذي كان بمثابة إيذان بنهيار قطاع الطاقة الوطنية لتبدأ قصة جديدة لوزارة الكهرباء تبرر خلالها زيادة وتيرة ساعات الانقطاع بأنه لاجم عن خفض الغاز المستورد من إيران على الرغم من أنها وعلى لسان المتحدث باسمها أحمد موسى سبق وأعلنت إكمال استعدادها الذي لا يوصف وألا انقطاع للتيار بدءا من الأول من أيارا الذي انقضى من شهر داعش بدأنا خطاتنا العانية والسريعة واستعدنا للصيف واحد خمسة بعد تشام يوم سأسألت لك عن استقرار حمل ما ينزل ممنوع دون الـ 24 ألف تعهدات اتضح أنها ليست أكثر من حبر على ورق بعد أن رسمت للعراقيين أحلاماً وردية بصيف بارد خلال العام الحالي لتعود أصوات المولدات الأهلية وأبخيرتها المتصاعدة صاحبة المشهد العام ويتحمل المواطن وفق ذلك عبءاً إضافياً عبر دفع فاتورتين واحدة للحكومة والأخرى لأصحاب المولدات ورغم خسائر العراق التي تقدر سنوياً بنحو 40 مليار دولار بسبب تداعيات نقص إنتاج الطاقة إلا أن استشراء الفساد وإصرار الحكومات المتعاقبة على إنشاء محطات توليد تعمل حصراً بالغاز يجعل الأمر مثيراً لشبهات بوجود توجيه بإبقاء العراق رهيناً لغاز إيران تبتزه طهران متى ما شاءت وكيفما تريد